مشهد آخر من الشراكة ينجز على أرض الواقع وخطوة نجاح أخرى تضاف لمعهد جسور في الطريق نحو تطوير القطاعات الرياضية أكثر في دوحة الرياضة ما يفوق التسعين مشاركاً شاركوا في برنامج الدبلوم المهني المتعدد الذي يهدف لتعزيز التفوق الإداري في مجال الرياضة وإدارة الأحداث تحت مظلة برنامج متكامل كان نتاج طمرة شراكة لمعهد جسور وجامعة بوكوني الإيطالية برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات لأولئك الذين يأملون شغل مناصب في هذه المجالات الحيوية والمثيرة خاصة وأن قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث في الشرق الأوسط كأس العالم 2022 جداً ممتازة الدورة هذه لما تقدم من أشياء جداً مميزة وتتفيدني أنا يعني في مجالي في كرة القدم وخاصة نتقدم شيئاً كثيرة من ناحية الإيكو سيستم تفهم الإيكو سيستم والسبورت مانجمينت وتفهم مور كثيرة يركز معها الجسور على منح أكبر فرصة للطلاب والمهنيين بمختلف تخصصاتهم لتطوير قطاعي الرياضة والفعاليات الكبرى عن طريق توفير التعليم على مستوى عالمي قنوات الكاس كانت ضمن واحدة من المحاور شرحت فيها تجربتها لتغطية مختلف الأحداث الرياضية هذا شيء كثير يفيدني في مسيرتي المهنية إن شاء الله والعلمية وأكيد البرنامج مهم لتطوير قدراتي في مجال الإدارة الرياضية الكورس بحد زيته أو الدبلوم اللي نحن أخذها أضيف كثير أو شيء معلومات نستفيد منها بشغل الحالي فينا نطبع بشغل الحالي وأكيد أضيف على مستقبل المهني أنا شخصيا أنه أنا بكون معي دبلوم بالسبورت مانجمينت اللي هو شيء كثير يفيد المشاركون كانت لهم أيضا زيارة لمقر قنوات الكاس الرياضية طلعوا فيها على كافية سير العمل الإعلامية بمختلف منصاته لمركز أخبار قنوات الكاس أمير فحصي الدوحة